بغض النظر بقى كنت قلقان كنت متوقع كنت طامح إنك توصل لمرحلة الوصول يعني لأعلى حاجة في الدنيا عايز تكسب بايرن عادي ما تزعلش افتخر برضو نوير النهاردة بعد المباراة راح منزل صورته مع الشناوي في صورة حلوة جدا ربما تكون حتى ردا على الناس الأيدي ده هو مرضيش يدي التشيرت بتاعه للشناوي قد يكون ده بين الشوطين أو بعد المباراة حصلت يعني لكن إنه راحوا بدله لكنه قدامنا ما بدلش فالناس بدأت تتكلم هو ما بدلش نوير أحسن حارس مرمى يصنف من ضمن أحسن الحراس في تاريخ الكرة النهاردة بينزل صورته مع محمد الشناوي أحسن حارس مرمى في مصر والحارس اللي تقلق في كأس العالم الحارس المنديالي واللي بيصنف إنما هو الأفضل في قارة إفريقيا كمان فدي لقطة برضو من لقطة الحلوة الكتيرة اللي شفناها بعد المباراة احترام واضح جدا من مسؤولي بايرن ولاعبي تجاه منافسهم البطل الإفريقي فدي حاجات برضو تخليك تفتخر أكيد الأكثر مصدرا للفخر هو إنك تعمل بقى مطشط أقوى إنك تلعب مطشط مستوى أقوى لكن ده مش بعيد ده ممكن يحصل في سنوات سنوات كل ما بتكرر هذه التجارب تشكيلة الفريقين النهاردة اللي دفع فيها بيتسو موسماني الجنوب أفريقي والألماني هانزي فلاك كانت كالتالي الأهلي محمد الشناوي هو اللي حارس المرمى قدامه بدر بنون وأيمن أشرف وعلى الطرفين كان محمد هاني ناحية اليمين وعلي معلول ناحية الشمال علي معلول لم يستمر طويلا فخرج مستبدلا بعد نص ساعة ونزل مكان ياسر إبراهيم فاقيمان أشرف رحي الشمال وياسر إبراهيم لعب جنب بدر بنون في نص الملعب حمدي فتحي وعمر السلية الناس تفاجئت إيه ده أفشة زي ما هو انت تلعب أربعة اتنين ثلاثة واحد حسين الشحات يمين وطاير محمد طهر شمال بشخصية جيدة كهرباء مهاجم وهمي كان يعني أغلب الوقت يوقف على قص الدايرة بتاعت نص الملعب ما أظهرش أداءا جيدا قوي النهاردة لكن حسين الشحات ظهر أكثر اللي عابين ظهورا عابوا بس شوية تطويلة أو أنه عايزي تبقى اللقطة الأخيرة عنده طهر محمد طهر شخصية أعتقد أن دي ممكن تكون بداية حقيقية بالنسبة لطهر محمد طهر مع الأهلي أنه كان عايز وكان جد قوي يعني كان عايز يعمل حتة ميسي فاكرين بتاع بواتنج وميسي اللي عمل له كده راح جابه كده راح في حفرة وقع فيها بواتنج زمان من خمس ست سنين النهاردة طهر محمد طهر عملها بس عملها على الواسع قوي فكان بواتنج يقال له انت رايح فين راح موقفه له على طول إنما ده كان تشكيل الأهلي اللي بدأ بيه المباراة حصلت تغييرات بعد كده أفشا خرج ونزل مكانه أليو ديانج ده غير تغييرات تانية أن وولتر بواليا نزل مكان كهربا وطهر محمد طهر لما خرج نزل مكانه محمد شريف وده إلى جانب تغيير طبعا علي معلول اللي تكلمنا عليه من شوية واحسن الشحات اللي نزل مكانه صلاح محسن اشتركوا في القناة